جهود متواصلة للبحث عن طائرة مروحية على متنها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية في ظل ظروف جوية سيئة ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني أن حياة الرئيس ووزير الخارجية في خطر عقب حادث المروحية مروحية الرئيس الإيراني هبطت في غابة ديزمار بمحافظة أذربيجان الشرقية المنطقة تعرف بتضاريسها الجبلية وغاباتها الكثيفة ورياحها الشديدة وغالباً ما يغطي الضبابة الكثيفة المنطقة كان رئيسي في طريقه للعاصمة طهران بعد تدشين سد قيزق العهوسي المشترك بين إيران وجمهورية أذربيجان على نهر آراس الحدودي بين البلدين بحضور نظيره الأذربيجاني إلهام علييف وكانت المروحية تقل الرئيس الإيراني إضافة إلى وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي وإمام جمعة تبريز آية الله آل هاشم وبعض المسؤولين الآخرين ترجمة نانسي قنقر